نسبة قانون يطبق على الجميع ترامب نطلع حاجة جديدة كده في امريكا نعملها تابعها الحقيقة بقى لي كزا يوم والصين متجننة فجأة تيك توك اصبح من البرامج اللي عليها مليار بني ادم بيستخدموها انتم متخيلين انتم بتتكلموا في عدد قد ايه الولايات المتحدة الامريكية قالت والله احنا عايزين ناخد التيك توك ده لو انت رابطتم ما حدث بيحصل في الولايات المتحدة الامريكية الوقتي بالكونجرس وقعدتهم على الاربعة كبار بتوع الانترنت والسوشال ميديا والابل وكلام ده كله اللي كنا نتكلم عنهم الاسبوع اللي فات قبل العيد الرئيس الامريكي يتدخل وبيدي تيك توك مهلة قدامكم ستة اسابيع وكان عندهم مهلة لان مايكروسوفت او شركات ما فيش ده اقول اسماء شركات امريكية عرضة تشتري التيك توك عشان يشتغل في الولايات المتحدة الامريكية والمبالغ جاهزين احنا عانيت فعل انتوا عايزينه الصينيين مش عايزين يبيعوا التيك توك قال لهم لا لو مش هيتباع ويكون مملوك لشركاتهم امريكية يبقى ده مش هيشتغل جول الولايات المتحدة الامريكية ده مش هيشتغل خدوا بالكم ان الصين دولة من 15-20 سنة بدأت تلعب ضد الانترنت وبدأت تعمل برامج خاصة داخلية بتاعتها هي عشان تمنع البرامج بتاعت امريكا والبرامج الاخرى تخش عندهم فالوقتي شبه المعاملة بالمثل بس مش هو ده اللي انا عايز اقف قدامه ارجوك وسيبكم من الخناء بتاع مين يشتري انا عايزكم تاخدوا لكم من حتة مهمة جدا تكة كده صغيرة تكة صغيرة ان كل المعلومات اللي موجودة على تيك توك بتاعت المستخدمين متاحة لجهات معينة جوه الصين متاحة لجهات محددة جوه الصين فاذا انتخلت ملكية التيك توك بمعلومات التيك توك ومستخدمي كل البرامج المعلومات اللي بيطلبها بقى وحضرتك سنة كم سنة ويا ترى مش عارف مين وبتحب مين تتصل بايه ويتابع ده ويسجل ده حضراتكم بتتكلموا على حدوتة كده اسمها الامن العام بتاع الانترنت وامن المعلومات والمعلومات دي هتروح لمين فلو في شركة امريكية دخلت استحوذت على تيك توك وتيك توك تتمتلكوا شركة صينية البرنامج ده بس هيشتروا هيتفعوا مثلا مش عارف بتكلموا بقى في اتنين تلاتة مليار دولار حاجة مبلغ خرافي يعني خزعبالي يعني صفقة كبيرة ولكن ابعاد هذه الصفقة بالنسبة لدونالد ترامب ايه؟ وللامن القوم الامريكي ابعادها ايه؟ واربطوا ده بالمحاكمة اللي كانت معمولة وجلسة الاستماع اللي كانت معمولة في الكونجرس الامريكي للاربعة كبار واربطوا ده برفض الرئيس الامريكي لمسألة التصويت الالكتروني الكامل في الانتخابات القادمة واربطوا ده بالمعلومات والخناعات اللي كانت حصلة ما بينهم وما بين الجمهوريين والديمقراطيين حتكتشفوا ان في حدوطة كبيرة جدا جدا هنا اسمها مين اللي يقدر يفتح الملف مين اللي يقدر يقول المعلومات فين مين اللي يقدر ياخدها ويحللها ويتواصل ويتصل ويوجه علشان نتحكم في الانترنت